ونتكلم على اللايحة وبنود اللايحة رأي حضرتك فيها ايه احنا قلنا اهم حاجة في اي نشاط وفي اي منظومة ان يكون عندك لايحة يكون عندك قانون يكون عندك قواعد ماشي بيها يكون عندك اسس انت بتلتزم بيها تكون عندك لايحة عقوبات قوية جدا وتفعل ولما توقع عقوبات على حد ما تجيش بعد كده تلغيه ايا ان كان هذا العدل لان ده بيخلي الناس يعني تستسهل الخطأ وعنده احساس ان حتى لما يخطئ ولما يتعاقب الا عقوبة تتشيل وده بحصل ده بقاله سنين جدا بيحصل مع الكبار المصرية انا شايف ان الكابتن مازل مارزوء جايب فكرة حالة وجايب بلواحة قويسة وجايب ده رئيس لجنة المسابقات اه رئيس لجنة المسابقات وجايب بلايحة عقوبات محترمة جدا تساهم في لجاحة المسابقة لكن السؤال هل لا يستطيع مازل مارزوء تطبيقها زي لايحة العقوبات يعني اتمنى ان ده يطبق اتمنى ان يكون فيه عقوبات مشادي انت بتقول لي 16 مباراة لو بالنسبة لأي مشكلة ايه موطة عايزة نقش فيها حضرتك اوستاذ محمد ان ساعات البند العقوبة نفسه بيبقى مطاط شوية يعني حتى فيه عقوبات ويمكن نفتكر يعني من وقت قريب طب اللعيب ده ينطبق عليه رقم واحد ولا ينطبق عليه رقم اثنين الادانة للحكم لمس الحكم ده يعتبر تعدي يعني بيبقى فيه اجزاء كده في الليحة احد يقول لك لا ده ينطبق عليه الست مباراة وجزء تاني يقول لك لا ينطبق عليه فلازم تكون الامور واضحة للناس كلها ما انا شاف ان هو يعني مازل مرزوء واضحة ومحددة وشاف ان الفصل حسمة حتى في العقوبات المادية لما يقول لك ان اذا وقعت على عقوبة مادية ولم يسددها خلال اسبوعين تضاعف ولو ما تسددتش خلال شهر يوقف اللعب واضحة ومحددة انك لو بتعاقب لعب ماليا بخمسين الف بمئة الف بكذا النادي اذا وقعت عليها عقوبة اسبوعين وما سددهاش تضاعف وبعد كده خصم النقاط والنقطة دي مهمة جدا 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 ويتعمل مشاكل كتير جدا في الدورة هلها تقدر تطبقها لازم تطبقها بقى ده ما عملتها لازم تطبقها ملااش حل وده قانون اللايحة بتاعتك لازم تطبقها على الناس كلها فده مهم جدا ده دي جوز هي مهمة جدا انك انت الاهم من اللايحة الاهم من القانون تطبيق اللايحة وتطبيق القانون على كل مخطي وعلى كل مصيب اذا نجح بيعمل كده اعتقد انه هيطلع لنا المسابقة هكون فيها انضباط كبير جدا وفيها التزام كبير جدا ويهمنا ان العقوبات تكون كبيرة جدا ومغلظة عشان الناس تنضبط عشان ما نشوفش الانفلات اللي احنا بنشوفه في الدورة المصر كتير بعد نهاية المباريات بيحصل كتير مش مش واحد يروح يعترض واحد يروح يشوح واحد يروح يزوء يزوء وبعد اللاعبة بتتلم تتلم حولين الحاكم طب انت بتلم خلاص الحاكم سفر انت حداك بتتلم حول الحاكم وفي ركلات الجزاء تلاقي الناس في اعتراضات وحاجات عايزين ده كل ينتهى من ملعبنا انت لعب كرة ركز في لعبك بس انت مدرب ركز في تنريبك وفي رايتك وخلاص وهتطلع برا تشوف حاكم خد قراره القصة خلصت بالنسبة له يعني ريت نستوعب وتكون عندنا ثقافة لهذا الشكل هل البندين دول بس هو ما اللي ينطبقوا على جزئية الحاكم والتحكيم ولا حضرتك شايفت نكون كمان لا لسه فيه كمان بعض البنود اللي تعزم دور الحاكم المصري بشكل كبير وتدي له صلاحيات اكبر وتدي له سفورت بشكل اكبر من خلال حتى اللقاءات الصحفية ممنوع مثلا لو على مستوى البريمير ليج او البوندز ليجا ان حتى تتكلم على حاكم من خلال الانتربيو من خلال مدرب او مسؤول على الحاكم بشكل يسويء للتحكيم ده كمان بيكون عليه عقوبة ممكن ده نشوفه هنا مفروض ده يبقى موجود مفروض الكلام تصرحات اللاعبين تصرحات المسؤولين بعد المباراة تصرحات المدربين اي تصرحات لهم بعد المباراة او على الصفحات الخاصة بيهم ده ندرج على لقاحة العقوبات ولازم تكون واضحة ومحددة ان اي اهانة للتحكيم لان كنت ما تقعدش تقطع فيها طول الوقت وفي الاخر ايسنا تشغل بشكل كويس جدا لانك انت لما كمسؤول او كلاعب لما بتطلع تتكلم عن الحاكم بشكل سيء وتتهم الحاكم وتشكك في زمته ده بيخلي كل جمهورك وراك على السوشيال ميديا حتى على الاقل بيشتغل على البتاعة ده كل الكلام ده بيوصل للحاكم وبيقلل من الحاكم وبيأثر على معنوياته وبيخلي الحاكم يبقى خايف لما يجي حاكم منش تاني ويخلي الحكام يبقى خايفين فاذا وفرنا الحماية للحكام اعتقد ان هيبقى نجاح كبير جدا لللجنة الخماسية او اتحاد الكورة او لجنة المسؤولات الجهة اللي هي المسؤولة اعتقد ان ده مهم جدا ان توفير حماية كاملة للحاكم في كل الاتجاهات وتوفير حماية كاملة لكل المنظومة انو حدش يتطول على حد لكن لما بنقول الكلام ده مش معناها اه فيه احنا بنحمل حاكم حاكمنا المصري ولكن لما بيكون فيه اخطاء للحكام فيه لجنة مخصصة لكه بس مش احنا يعني مش اللاعب اللي هيصوب الخطأ بتاع الحاكم لما يزوقه ولا يضربه مش المسؤول اللي هيصوب خطأ الحاكم لما يطلع يهجمه ويتهمه وحتى الامور احنا بتخرج خارج اطار النقد اللي خاص بالتحكيم وشبنا ده كتير جدا فمهم جدا ان ده يكون موجود وتبقى اللواح محددة علشان نعرف ان حاسب اي مخطئ وتنجح المسابقة وانا مش شايف ان بدون توفير حماية كاملة للحاكم مش هينجع زي القاضي في المحكمة لا يجروا احد بالاقتراب منه وعنده صلاحات ان اي حد يتجاوز حتى في الجلسة يدخلوا للقفص ويحبسوا صحيح لان القانون بيدلوا كده انت لما انفرتولوش حماية هتبقى فوضى فلازم يبقى فيه اسس ولوايح وعقوبات مغلظة على كل من يعني يمس الحاكم بأي سوء ايا كان وتكون درجات بقى وتطبق هذه اللواح على الكبير قبل الصغير